أغنى سيدات الأعمال العصميات على مستوى العالم والبراند بتاعها دخل قائمة أقوى خمس سيدات صنعوا علامة تجارية في الشرق الأوسط وفي سنة 2020 صروتها وصلت لخمسمية وعشرة مليون دولار اللهم لاحظوا ودلوقت عندها فوق الخمسين مليون متابع على الإنستجرام طرف مين دي؟ بعرف البراند هودا بيوتل خاص بالتجميل أي صاحبة البراند ده هي اللي عملت كل الإنجازات دي إنها هودا أطان ودي ستة عراقية عربية زيها زي بدأت من الصفر في نفس الظروف كانت موظفة وسبت الوظيفة عشان طموحها كان أكبر ودرست مشروعها اللي كان مسيطرة عليها وعندها شغف كبير بيه ودخلت عالم التجميل كان معاها عشر تلاف دولار واستلفت من أختها ستة تلاف دولار عشان تبدأ رحلتها براس مال ستاشر ألف دولار وأطلقت أول منتج لها في أندونسيا سنة 2013 وباعت أول دفع عليها بمجرد عرضها على الجمهور بمبيعات تخطط المليون ونص دولار في أول سنة بس في السنة التانية وصلت مبيعاتها لعشرة مليون دولار ودلوقت بقيت بتنتج 140 منتج وبتحقق مبيعات سنوية بتتخطى المتين وخمسين مليون دولار تقريبا هو ده أطانوا غيرها ملايين من النساء العربية لقوا مكان ليهم في عالم البزنس العالم اللي مش بيعد عنك أبدا إيه اللي بتمتلكيه وعندك شغف بيه وابدقي اشتغلي عليه ممكن يكون عندك موهبة بحاجة معينة مش موجودة عند ناس تانية فابدقي اشتغل عليها حددي أهدافي قل رؤيتك واضحة وحط لنفسك بلان وابدقي في تنفيذها انت تقدري تبدأي البيزنس بتاعك وتحققي إنجازات هيلة بس لازم يكون عندك المهارات والأدوات اللي هتساعدك والعقلية اللي تديري بيها شغلي عشان تقدري توصلي اللي انت عايزها وإحنا في السلسلة بتاعتنا دي هنتعلم مع بعض خطوة بخطوة كل المهارات والأدوات اللي هتساعدك عشان تكوني سيرة أعمال نجحة عشان ما يبقاش لك حجة تانية وتبدأي وتتحركي وتاخد خطوة كبيرة وتعمل البيزنس الخاص بيك وتنجحيه صح ونشوفك سيرة أعمال قد الدنيا وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة كان معاكم شريف عرابي من برنامج الليدر رحلة مختلفة في عالم الأعمال